شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال العلماء إن فضول العلم خير من فضول العبادة وكم يحتاج من يكثر الاستماع إلى الناس ويستمع منهم إلى كثيرة العبادة أن يكون الله سمعه الذي يسمع به وكم يحتاج من يشاهد الناس ويشاهدونه كثيرا أن يكون الله بصره الذي يبصر به وكم يحتاج من يحيى في هذه الحياة داعيا فاعلا متحركا أن يكون الله يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وما هذه الدعوة للتشبيه أو التجسيد كما يسمى فليس هذا إلا لبيان عظيم الإعانة والمعية والتسديد والتوفيق و ما تحصل هذا إلا بالإكثار من النوافل التي يكون فيها الخشوع إنها صلتان صلة مع الله و صلة لله فأما الصلة مع الله فهي العبادة المباشرة مع الله وحده سبحانه وأما الصلة الثانية فهي الصلة مع الناس ولكنها لله ولا بد من الصلتين تغذي الأولى الثانية لقد توجهت هاجر إلى ربها سبحانه حين يأست من البشر من كل اتجاه حتى من زوجها الخليل إبراهيم عليه السلام تركها و ولدها مولي إياه ما ظهره سألته مناهاجر يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الواجي الذي ليس فيه إنس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها فقالت له آه الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا الله و كفى بالله هكذا حسمت المسألة بالعقيدة حسما نهائيا و لم يتغير أي شيء على الأرض فلا يزال البلاء يشتد و الحال تقسو و الموت يسحف على الصغير في هذا الوادي المميت سعت سعيها كله و بلغ بها اليأس مبلغا لا أمل معه في شيء على الأرض و لكنها توجهت إلى الله سبحانه و تعالى و بينما هي كذلك إذ جاءها الفرج بتفجر الماء أكثر من المطلوب بما لا يحصى فهرعت إليه ذاهلة عن كل شيء منشغلة بفي قلبها إلى ما هو بين عينيها فأخذت تزم الماء زمن أي تجمعه فكانت هذه الالتفاتة عن المصدر مكلفة كثيرا للأجيال من بعدها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا نعم هذا مع أن فعلها هذا خير و رضاعة الولد من أثر العين عمل صالح لكن كان هذا العمل الصالح المتعدي على حساب إدامة توجه القلب لله فبعد أن حصر التوجه لله وهو الرزاق للماء وهو واهب الولد حدث الالتفات إلى الماء عن رازقه و الالتفات للولد عن واهبه رغم أن هذا أمر طبيعي فكان ما كان و هي معذورة في التفاتتها فلمن كان يتوقع أن العين الصغيرة التي تسيل ماء من هذا المكان تكون نهرا جاريا ليصبح بئرا و ليس في هذا قد حم في أم إسماعيل معاذ الله كيف وتوكلها على الله و ثقتها بالله و رعايتها لهذا الولد كانت هي السبب المباشر و الأخير في تفجر زمزم في تلك الموقع و هل بقي السعي بين الصفة و المروى إلا اقتداء بفعلها و أحياء لمشروعها في قلوب المؤمنين و الفضل لله أولا و أخيرا و لكن كانت البداية بالتوجه إلى الله و انتهت بعد أن التفت فاللهم منك عفون تحب العفو فعفو عنا اللهم عفو عنا يا رب العالمين يا رب يا رب إن الناس مقامات و أهل الدرجات و القربات مقامات كذلك و من هذا الذي لا تحصل منه التفاتة في صلاته فكيف وهي في حياته و كم من التفاتة صغيرة كلفت صاحبها كثيرا كيف لا و سادة الأنبياء عليهم السلام يعتذرون للخلائق المستشفعة في أرض المحشر بهم بما لا يعتبره بعضنا مخالفة صغيرة و إلا فكيف سيتميز السابقون عن سابق السابقين كيف سينفرد محمد صلى الله عليه و سلم في ذراع عن بقية المرسلين عليهم الصلاة و السلام و أجمعين و من هذا القبيل التفاتة سليمان عليه السلام لخيله لكنه و حين أدرك الحقيقة كفر عن التفاتته تكفيرا فريدا من نوعه قال و لم يدركه إلى الساعة أحدهم في هذا الوقت قال جل وعلى على لسان حاله ردوها علي فطفق مسحا بالسوق و الأعناق و لقد فتنا سليمان و ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي و هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريحة تجري بأمرنا رخاء حيث أصاب و الشياطين كل بناء و غواص و آخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فأمنا أو أمسك بغير حساب و أمن له عندنا لزلفة و حسن مآب يا رب كم أسعار أن قلبي يحتاج إلى الخلوة فالحمد لله أن شرع لنا هذا الاعتكاف كم أحتاج إلى أن أقطع نظر العينين عن كل من الامتداد و أقطع الأذنين عن كل سماع إلا عن ذكرك يا رب و أحبس البدن عن التحرك إلا حيث تحب يا رب و أي عبادة يمكن أن يجتمع فيها كل ذلك إلا عبادة الاعتكاف لك الحمد ربي حين قطعت نظري عن الامتداد إلى الدنيا من خلال عبادة الاعتكاف لك الحمد ربي حين حبست رجلي عن الوقوف بين يدي الدنيا إلا مصليا و مروحا بين ذلك بالوضوء و الصلاة و الراحة إلى الصلاة و كل ذلك و أنا عاكف في أحب البقاء إلى الله جل وعلا في بيتك يا رب لك الحمد ربي حين شرعت لي حبس بدني بين صحب صالحين و بين ملائكة المقربين لك الحمد ربي حين جعلتني أموت الموتة الصغرى و أحيا في بيتك الكريم أتقلب و أتعار في بيتك أنام و أستيقظ على ذلك فاللهم لا تحرمني فضلك يا رب العالمين قولوا يا رب يا رب كم أعجب الارتباط الاعتكاف بالصيام أي حساسية مرهفة هذه التي ينشأها الاعتكاف في النفس سبحان الله العظيم لسان حال العبد في معتكفة يقول يا رب كما لا أريد أن يطلع علي ربي هذه الأيام إلا و أنا موجود في بيته فأنا لا أريد أن ينظر الله إلي إلا طاهرا متوضئا إلى أن أسلم نفسي لربي عند نومي و كما لا أريد أن يطلع علي ربي إلا صائما متوضئا فأنا لا أريد إلا أن يطلع علي ربي طاهرا قلبي نقيا لا حقد و لا غل و لا حسد و لا خبث و لا بغضاء و لا خداء و كما لا أريد أن يحدث حدثا إلا و أتوضأ له وضوء ثم أصلي لله جل وعلا ما شاء واقفا بين يديه في بيته فيا رب أعني على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك و كما لا أريد أن أتوقف عن الكلام إلا بذكر أو قراءة قرآن فأني أحرص ما أكون على أن أذكر الله جل وعلا و أنا في بيته و أن لا أقرأ كتابه و هو أعظم الذكر إلا متفكرا متدبرا فيا رب أعني على ذلك و كما لا أريد أن أشغل نفسي و أنا في بيت الله سبحانه إلا به جل وعلا فأني أكثر ما أكون حساسية من ضياع دقيقة واحدة فيما لا يسجل علي فأني أخوف ما يخاف المر الاسترسال مع الصحب و الحديث مع الصالحين فيما لا منفعة له و لا لهم فلا تسجل لهم و لا عليهم و يلتفت القلب عن الحق سبحانه و عن الدار الآخرة قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم و العدوان و معصية الرسول و تناجوا بالبر و التقوى و اتقوا الله الذي إليه تحشرون و هل هذا إلا ذروة التقوى و هل جاء الصيام إلا لهذا و هل يمكن بلوغ هذه الذروة في وقت كما هو الشأن في رمضان فهل عرفت الآن سر اجتماع الصيام و الاعتكاف بل هل عرفت كون الاعتكاف ما كان إلا في آخر رمضان و كأن كل ما سبق كان تهيئة له نعم هنا بيت الله هنا الاعتكاف هنا قطع كل والد مضر على القلب هنا يصف المشرب و يصح الفضاء و يتجل الضحى هذه الخلوة زاد فلا يعتذر أحد عنها بأي عذر جاء به نعم لا تعتذر عن قيام الليل لا تعتذر عن التفرغ للقرآن لا تعتذر عن خلوة الأذكار لا تعتذر عن طول الدعاء ساجدا أو قائما أو قاعدا و الأهم هنا إثار الآخر على الدنيا فكل هذا الذي ذخرته إنما هو حسن الإعداد بالتقوى ليوم عظيم فإن ورائك غاية في قلبك لعلك لن تجد لها محظنا مثل معتكفك هذا في شهرك هذا و هو القلب السليم كما قال الخليل عليه السلام و لا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم و أزلفت الجنة للمتقين فالتقوى هي الأساس و لا تكون التقوى إلا لله جل وعلا و خوف من الدار الآخرة و هذه التقوى تصنع أحسن ما تصنع في زمان اسمه رمضان و مكان اسمه المسجد و عمل اسمه الاعتكاف بالمسجد في رمضان و منهج اسمه القرآن و عمل هو الصلاة و الذكر و التفكر و خلوة بالله سبحانه و تعالى قال الحق تبارك يا أيها الناس اتقوا ربكم و اخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده و لا مولود هو جاز عن والده شيئا إمن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا و لا يغرنكم بالله الغرور تقبل الله مني و منكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته شهر رمضان و الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان شهر رمضان شهر رمضان ترجمة نانسي قنقر